وإلا فالتربية الإيمانية موجودة في القرآن وفي سنة النبي العبدان صلى الله عليه وسلم فأنا كل ما أرجوه من الإخوة أن لا يتصوره أبداً أن كلامي هجوماً على أحد وإن صادف أحد فلا تتصور أن هنا لأهاجم أحد وإنما أنا هنا أجل أذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين يعني هو مؤمن ولكن محتاج تذكر لم يقل الله عز وجل فإن الذكرى تنفع الفاسدين تنفع الظالمين تنفع الكافرين قال تنفع المؤمنين فلذي يتفع أصلاً بالتذكرة إلى المؤمن أما أن يُعرض عنك بعد ذلك فلأنه لذال عبد لي أوامل إبليس فيسمع ويطيع ما يقول له إبليس عنده مسلم به وما يسمعه عن الله أو عن رسوله قد يكون فيه عنده شك في قلبه من ناحيته فنسأل الله أن يردنا جميعاً إلى ذيننا رداً حميد ماذا سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى إنه إبليس إبليس إبليه or having some goodness in his heart so sooner he would come back to the Islamic borders and remain inside will not lose any hope hope cannot be lost as long as allah is alive and if you have a proof that is going to die فهو الحي القيوم فلا تيأس من رحمة الله ولكن ابدأ مع صغيرك وانظر ماذا تصنع أنت خطأ مع امرأتك فإنه سيكون دأب ولدك وانظر ماذا تصنع خطأ مع ربك سيكون دأب ولدك فإن الطفل ينشأ على ما يعوده عليه أبوه إن عوّدته على الكذب كسر بالكذب إذا طرق الباب go see who is this if he is such and such till him I'm sleeping he will obey you he goes and see oh this is the one which my father warned me to tell him that he is still he's inside oh he's not here why he's a father inside he's asleep while he's not asleep so he will grow up light and you did that to me so everybody have to be very careful the kids they they absorb everything quickly quicker than you imagine be very careful before they become a hopeless case and as I said there is no hopeless case as long as Allah is alive and as long as we do your best according to you sincerity in the heart loving to copy رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبحانك الله بحمدك شن والله إله إلا أم استغفرك ونطوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته if you have any question in the subject or different than the subject after Salah inshaAllah BarakAllah